اللي عاوز يزايد هيفضل يزايد حتى وهو يرى ان مصر اتقدمت بمذكرة واخد بالك يبدو ان هذه المذكرة يعني يتم عرضها بشكل عاجل لانها ده هتتعرض ما فيش ده بعد يومين يوم واحد وعشرين مذكرة لمحكمة العدل الدولية عن الممارسات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة ومهمة اوي اوي انك تركز معايا في كل كلمة في هذه المذكرة هتلاقي على سبيل المثال استاذ ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلمات قال بما هو نصر الهيئة العامة هي احد الالسنة الرسمية لمصر احد الجهات الرسمية رسمية يعني ما يخرج عن الاستاذ ضياء كرئيس لهيئة الاستعلمات مش بكلمة كان على الاستاذ ضياء كرئيس مجلس امناء الحوار الوطني رئيس لهيئة الاستعلمات فده كلام رسمي قال مصر هتشارك فيه الرأي الاستشاري اللي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من سنة 1967 حط تحت دي خط يعني المحكمة طلبت الرأي حول هذه الممارسات من هذا الاحتلال بدءا من سنة 1967 خلاص طيب مصر عملت ايه؟ مصر قدمت مذكرة للمحكمة وهتقوم بتقديم مرافعة شفاهية أمام المحكمة يوم الأربع الجاي 21 فبراير 2024 طيب المرافعة الشفاهية دي بتتضمن ايه؟ بتتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة هي واحدة من الأجهزة التي يخول لها وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة فمصر قدم مذكرتها بناء على ده ولأنه هذا الموضوع هذا الأمر بيتناول أبعاد قانونية متعلقة بالاستطان المستوطنات اللي بناها الاحتلال نحن نراها في مذكرتنا غير مشروعة تاني وده تبقى للقانون ليه؟ لأنه هذه المستوطنات هي مخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية يعني الصادرة من المنظمات طيب وأوضح الأستاذ دي يقف كلامه قال بقى خذ بالك من الحتة دي فيما هتعلق بموضوع رأي الاستشاري المذكرة المصرية بتشمل إيه؟ خب لكم ما قال لك قلولنا رأيكم في الممارسات من 1967 مصر عملت إيه بقى؟ مصر في مذكرتها وإن شاء الله في المرافعة الشفاهية أمام المحكمة يوم الأربع تؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكتر من 75 عام يعني إحنا بنتكلم من أول في 1948 شفت مصر عملت إيه؟ مصر ما راحتش ل67 مصر راحت راجع الوراء لحد 48 وإنه هذا الاحتلال مخالف لمبادئ القانون الدولي الإنساني كذلك هي ممارساته كذلك هي سياساته في ضم الأراضي اللي استدبع دا كان بحصة التخرج بتاعي أهو الله وعدم تاني وعدم الاعتبار لكافة قرارات الشرعية الدولية وإنه لم يلتزموا بأي شيء وقاموا بهدم المنازل وطرد الناس وطرحلهم وتهجرهم القصري وأن هذا يخالف القواعد الآمرة خذ بالك بقى الآمرة ليست فقط الملزمة للقانون الدولي العام ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنه هذا الاحتلال هذا الاحتلال استولى على الأراضي برغم إنه هذه القواعد الآمرة تحضر هذا الاستلاء خاصة إنه هذا الاحتلال تبقى المذكرة المصرية استعمل القوة المسلحة لطرب الناس وقتلهم والاستلاء على أراضيهم وهدم منازلهم طيب المذكرة كمان اللي تكلمت على هذا الاحتلال أنه غير شرعي أكتر من خمسة وسبعين سنة بوضوح شوف كل العالم هيتكلم على الممارسات من بعد سبعة وستين مصر تتكلم على ما حدث منذ عام ألف وتسعونات من أكتر من قبل حتى تمانية واربعين إنه كل اللي حصل غير شرعي بتتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الصهيونية اللي بتنتهك بشكل صارخ تبقى لنص المذكرة مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أستاذ ضياء الحقيقة في هذه التصريحات المعلنة والمنشورة أنهى كلامه بأنه المذكرة والمرافعة المصرية بيطلبه المحكمة بتأكيد مسئولية هذا الكيان المحتل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا وأنه هذا يحت من سحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة الأدس وبالطبع تعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تلك السياسات والممارسات غير المشروعة الدولية هتجي تقول لي يعني من يوم 7 أكتوبر أقول لك لا ارجع تاني الأصل المذكرة مصر بتتكلم على أكتر من 75 سنة وتطالب كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكافة عن توفير هذا الدعم لهذا الكيان وأن تطالع كافة المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئوليتها في هذا الصدد المذكرة المصرية تضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته بل تضع المجتمع الدولي في حرج شديد المجتمع الدولي اللي مؤسساته ومنظماته لم تعترف على الإطلاق بأي إجراء مثيلة للإجراءات اللي اتخذتها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة الله طب يا يوسف ده كان فيه قرار تأسيم سنة 1947 طب ما تيجي ترجع لقرار التأسيم وهل الإسرائيليين أنا آسف أن أنا بقول إسرائيليين هل هذا الكيان تعامل مع قرار التأسيم في 47 بأنه التزم به؟ لا لا خالص بل العكس ولا كأنه قرار التأسيم صدر ولا حصل وعاثوا في الأرض بكل فساد يتصوره العقل أو لا يتصوره أرجع وأقول لك هذه المذكرة من مصر هي توثيق هل هو توثيق فقط؟ لا ده توثيق إضافي للدور المصري العظيم اللي بتلعبه في حماية اللي بتلعبه مصر طبعا في حماية القومية العربية في حماية فلسطين الأراضي الفلسطينية في حماية الشعب الفلسطيني في الدفاع عن كافة حقوقه في إسرارها على أن الشعب الفلسطيني يحصل على كل حقوقه حقوقه الكاملة تاني الدور المصري دور بالغ الأهمية